حضراتكو بقالنا سنة إلا تلاتة وعشرين يوم من أول مقامة صورة خمسة وعشرين نناير وإحنا بنقول العدالة الاجتماعية وبننادي بالعدالة الاجتماعية قبل لما نقول يسقط النظام وحسن بارك يمشي وإحنا بنقول أول حاجة قلناها العدالة الاجتماعية ومن ضمن بنود العدالة الاجتماعية هو الأجر الخاص بالموظفين الحد الأدنى والحد الأقصى بقالنا سنة إلا تلاتة وعشرين يوم بننادي بهذا الموضوع وزارة الدكتور عصام شرف وعدت 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 وما حصلش ليه؟ عايزين نعاف الدكتور كمال الجنسوري بيقول إنه الشهر ده خلاص هتطبق سبعمائة جنيه أدنى ونضرب في خمسة وثلاثين هيبقى الأقصى هل المبالغ دي فقط؟ هو هيبقى الأجر؟ ولا هيبقى فيه حاجات تانية؟ الحوافز بقى والحاجات اللي حضرتكم أكيد عارفينها هجيبوا فلوس منين؟ أقاويل كتيرة فيه حاجة اسمها سناديق لو حضرتكم مش عارفينها فيه حاجة اسمها سناديق دي ما بتخشش في موازنة الدولة السناديق دي بتصرف لمين؟ أسئلة كتير هيجاوب عليها ضيفي الأستاذ مصباح قطب المستشار الاقتصادي لجريدة المصر اليوم صباح الخير يا فن. صباح الفلن. ليه حضرتك بقى لنا سنة إلا تلاتة وعشرين يوم ما ما طبقناش الحد الأدنى والأقصى؟ يعني في اعتقادي يمكن أنا قلت التسمية دي مرة أنا كنت بعتبر الدكتور عسام شرف هو رئيس المجلس الاعلى للطوء الصوفية مش رئيس حكومة. هو رجل يفيد بالبشر والطيبة لكن موسح بقرار. وعلى الرغم منه والأمانة تختاد القول بأنه الدكتور سامير ردوان بزل مجهودا طيبا. هو الفائق اللي موجود معاه عشان يحضر لموضوع الحد الأدنى للأجوء واتفق على انه سبعمائة جنيه. وحتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ هذا الحد على الرغم من انه لم يكن مقبولا على طاق واسع وكان فيه جدل شديد. وناس كنت بتطالب زي ما حضرتك تعلم بألف ومائتين جنيه. نعم. ايضا طرحت فكرة في البداية فكرة حد أخصى للأجوء ولم يتخذ فيها اي اجراء. لكن تم التحضير لها جزئيا. ثم اكمل هذا الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق. انا شفت يمكن وعرضنا يمكن في المصر اليوم الدراسة الكاملة اللي كانت معمولة لوضع حد أخصى الوجوء. هو كان الحقيقة بيقول ستة وتلاتين ضعف الحد الأدنى. لكن آآ فور تقلد الدكتور الجنزوري لمنصبه بعدها باسبوعين بالزبط اتكلم على حد أقصى خمسة وتلاتين ضعف الحد الأدنى. وانا في تقدير الشخصي اي مكان يعني انا لست ممن يمنحون صوتهم للدكتور الجنزوري ولم اكن يعني موافقا على انه يكون رئيس وزراء. لكن الانصاف ايضا يقتدي انه صاحب قرار. نعم. وانه لا يمكن حتى يقبل انه يمضي يوم بدون ان يتخذ قرارا. وانا اصدق تماما انه سيلتزم بموضوع الحد الأقصى. هو نفسه لم يتكلم حتى الان عن الحد الأدنى للجوه. نعم. وفي ظني ان الدكتور الجنزوري بيفكر كالتالي. يعني لو دخلت جواه هو يعني زي ما بيقولوا العدل لأساس الملك. احيانا في كثير من الاحيان ما نقبل احنا يعني ضايرا وقع علينا. لكن لا نقبل ان يميز ناس الى حد غير معقول. يعني ايه. وبالتالي كونك ترسل عدل بالذات في قمة الجهاز الوظيفي. دي مسألة بتبعث باشارات الى المجتمع كله. مش بس الموظفين. بانه الحاكم ده كويس. او رئيس الوزر ده كويس. او الوزير او المسؤول الفلاني ده كويس. ومن هنا فكر بقى في موضوع الحد الأقصى. وهو قال اه علنا انه بدأ بنفسه وبدأ بالسادة الوزراء. نعم. وبالتالي نتوقع يما مع المرتبة اللي هتقبض. نعم. ان العبارة كتمرتبسة شوية لنها حيطبق في يناير. نعم. مع المرتبة اللي هتم قضه مسلا في اواخ الشهر يناير الحالي. نعم. او مرتب الفبراير المقبل. نعم. حيطبق لحد الاقصى للأجور. تمام. خمسة وعليسين ضعف. لكن مع اه اه اهمية توضيح. نعم. ما بدون قطع كلامك. هل هو هو ده المبلغ فقط اللي انا حاخده ولا في حاجات تانية اللي هي موضوع الحوافز وال والحاجات اللي هي الداخلية كده اللي هي كلنا اكيد عارفينها ودايما بنستنيها. يعني هل ده التوتل ولا في حاجات تانية. يعني بصراحة القليلون في مصر اللي بيفهموا في موضوع الاجور والبدلات والحوافز وما يعني يحكم. اه. الجهاز الاداري في الدولة المصرية من نظم. مه. لا علاقة بالاجور. احنا عندنا حوالي حاجة وعشرين نوع من المكافآت والحوافز وسبعة وربعين نوع من البدلات. زي بدل طبيعة عمل وبدل غربة وبدل اوبئة. الى الى اخير يعني. ففيه خريطة معقدة جدا. لكن الحقيقة المتفق عليه والمعلن خلي بنا جميعا انه لم يصدر حتى هذه اللحظة مسوم من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالحد الاخصى. حتى اللحظة اللي احنا بنقول فيها دي. مع اني بقول لحظة لك اسق ان الدكتور الجنزون يكمل. المعلن هو انه الخمسة وثلاثين ضعف ده هو ما يسمى بالاجر الشامل. تمام. يعني الاساسي والمتغير والحوافز والمكافآت والبدلات ايما كانت اصنافها واشكالها. بس بقى مستسنى منه قطاعات مختلفة الذين يخضعونها للكدر الخاص. آآ هيئة البترول وشركاتها. شركات التأمين. وشركات البنوك. دي الجهات التي لن يطبق عليها في هذه المرحلة. وده بيدعونا. عندك فكرة دكتور يعني بعد اذنك معلش. آآ هل هو كمان يطبق في الاعلام? آآ يعني آآ يعني لحد اللحظة دي هيطبق في الاعلام باعتبارهم جزء من اللي عاملين في الدولة يعني. آآ. او من غير مش مستسنين. يعني لم ينص على استثنائهم. انا عارف ان دي مسألة مهمة برضو. آآ. لانه حاجة مهمة جدا ان احنا يعني احنا بقالنا سنين طويلة يمكن اواخر السنوات التدى يبقى فيه شكل جديد للمزيع. نعم. انه يبقى فيه حاجة اسمها ستار. مزيع ستار. او مزيع نجم. وبيخش بقى في حكاية الدعاية والاعلانات. ويعني في تفاصيل كده. يعني عم محتاجين نفهم ده اكتر واكتر يعني. لكن لو احنا سبنا مجال الاعلام وروحنا لاي مجال تاني برضو. هل الناس اللي قيادات في اي 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 مكان من الاماكن اللي المفروض انها هتطبق فيها لحد الاقصى. لما يكون مرتبه كان مبلغ كبير. متين الف جنيه مسلا. او ممكن اكتر. يعني يعني انا بصيرت ان فيه ناس بتاخد كم ملايين. اه. خلينا في المعاة يعني بنقول متين الف. وبعدين في الاخر يلاقي نفسه ان هو مش هياخد غير مسلا بدل المتين الف ده حينزل ليه اه 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 خمسين الف مسلا. حضراك اصبت قضيتين كده. اه. القضية الاولى هل سيطبق انت حضراك تصوط بمعنى الاعلام في الميديا كلها. لا لا انا حسيب الميديا. انا حسيب تتعلق فقط عفوا بالعاملين في الدولة. نعم. يعني في الجهاز الاداي وفي الهائيات الاقتصادية دول اللي بنسميهم اللي بياخدوا فلوسهم من الموازنة العام. ما انا انا. لكن عفوا النقطة دي برضو مهمة لانها غائبة عن النقاش العام في مصر. فضل. فضل. انا بتصور بصراحة وده ده ممكن حتى باقتراح جديد تماما. نعم. ان انا انا ما اقدرش اقول لواحد بتاع خاص بيدي مئتين وخمسين الف جنيه في الشهر تلتمائة الف لمزيع. اه. ما تدلوش. ما اقدرش اقول له كده الحقيقة. ايا ما كان رأي في المزيع يستهل ما يستهلش. تمام. لكن البلاد المحترمة وتمنى ان يكون بلدنا يعني مثل البلاد المحترمة مصر بلد عظيمة يعني. بتضع يعني ايه? بتخلي الضريبة التصعودية هي المانع. هي اللي تقرب تلعب دور بقى مقرب المسافات بين المستورات المختلفة للجوء. انا انا بتصور بقول له حقيقة ده يقتراح ربما يقبل التقاش في نظام رئاسي او لو كان النظام برلماني رئيس الوزر فيه بقى هو الشخص الاهم. نعم. الاجر اللي بياخده رئيس الجمهورية يجب اي اجر بعده يدفع ضريبة لا تقل عن خمسين فيلمية. لان انا بتصور ان مهمة رئيس الجمهورية بالذات في دورة في نظام رئاسي مهمة بالغة الضخامة والكسام. لكن من المضحكات البموكيات في مصر انه المرتب برسم رئيس الجمهورية حتى اللحظة اللي احنا نتكلم فيها دي حوالي 6500 جنيه او 7000 جنيه. ده صحيح. بالبدلات. ده كلام عبسي تماما الحقيقة. ده صحيح. يعني بينما فيه مستويات اجوء داخل الدولة المصرية في الجهاز الاداري اللي الدولة نفسه بتصل الى 250 و300 الف جنيه شاية. مين يقول له يا منطق يعني. انا. فاصل دولة واحنا خلينا في الدولة الحروق الدولة فيها حد اقصى معقول. مم. وبرضه يراع ان فيه بعض الكفاءات الناديرة دي ممكن تبقى بقرار من نفس الوزر. هو اللي يحدد مين هي وتاخد كم. تمام. وفيه القطاع الخاص العب معه بلعبة الضريبة التصعودية اللي بتحد من التفاوت الكبير داخل المجتمع كله يعني. متوقع واحد زو كفاءة. نعم. في مؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة. كان مرتبه بياخد كزا. بيدخله في العيلة عنده كزا. المبلغ ده اتقص لغاية اقل من ربعه. هل هيستمر? حضرتك بتتكلم برضو دي فيها آآ آآ حاجتين. فكرة يعني المقاومة التي يمكن ان تحدث لعملية وضع الحد الاقصى. مم. من قطاعات مستفيدة وطالة بها العهد. غالبا بعد اذن سيادتك. غالبا السبب الرئيسي ان احنا بقالنا سنة و23 يوم لحد دلوقتي مطلعش الحد الاقصى. نعم. هو غالبا هو ده السبب. غالبا يعني اكيد مكيش مفيش سبب تاني. ان انا ابقى انا زو كفاءة. ممكن الاقي نفسي رايح اي بلد عربي او اي بلد اجنبي. ممكن اوصل الشركة اللي انا مديرها دي. او المؤسسة اللي انا مديرها دي. للعالمية وتبقى بتدخل بلايين او اه يعني دولارات كتيرة يعني. اه? اه الاقي نفسي اه بيدوني في بلدي اللي انا حبيبها وعايز اعط فيها وقدم لها الخير. وقدم في 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 النهاية تبقى مؤسساتها تبقى متقدمة ويبقى فيها اقتصاد منتعش. بدوني قد كده هو. والله انا بتصور انه يعني ايه حد اقصى معقول. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على يعني حوالي تلاتين الف جنيه. انا شايف ان ده يحقق مستوى حياة جيد للناس. يعني لو انا عندي فيلا في ميينة وبحب صيف وهو اي مش عادي فيه. ده وساكن في شقة كويسة ايجارها خمس تلاف جنيه. ده تمام تمام. فهذا المبلغ يغطي ذلك. وعايز اقول كمان انه بصراحة في الجهاز الادائي للدولة مش قليل جدا من الجهات هي التي تحتاج الى خبرة غير عادية. تستحق بقى انها تسمى بمبلغ مش عادي بقى. تمام. دي مسألة قليلة او انما اغلب الوظائف الموجودة فعلا في يعني لا تستحق هذه المبلغ الكبيرة. وازاي ما حضرك بتقول اذا كان هيجد فرصة اخرى للعمل في شركة خاصة ويكسبها وياخد مبلغ كبير. هذا ايضا اضافة للمجتمع. فليترك مكانه في الحكومة لما يش محتاج الخبرة الكبيرة او دي. وحيصعد واحد تاني مكانه. وخلي بالك انه واحد من اهم اسباب القلاق والتوترات داخل. مش بس اقول الحقيقة داخل المجتمع كله. ولكن بشكل خاص شوية داخل الجهاز الوظيفة في مصر. هو انك انت يعني ايه سد الافق. انا كنت بتعين انا في الف وتسعمائة مثلا وتمانين. عارف ان انا في مثلا سنة الفين ممكن ابقى مدير عام او ممكن ابقى رئيس المؤسسة. يعني قدامي فرص ترقي والصعود. لكن اللي حصل انت سديت على الناس هذه الطرق. وقاعد ناس اللي بتاخد مبالغ كبير دي عادة ما بتمشيش. او عادة بيورس الوظيفة الحدي له تأثير عليه. عشان بيجيبه مستشار او يخلق له منافع لاحق. فلو ده ميشي وجي مكانه ده بالعكس بيفتح الباب لحركة. حركة قيادات جديدة بخيال جديد داخل المؤسسات. يعني مشيبه فيه خسارة. انا بقولك انا مع التقدير انا لا انكر الحقيقة اطلاقا انه هناك فعلا بعض الخبرات الفزة. نعم. والتي استحق. بس والله الدنيا دي غيبة. انا برضو من المشاهدات الواقعية ان الذين يمتلكون قدرات فزة. قدرتهم على العطاء اعلى بكتير من الناس العادية. نعم. يعني هو نفسه ما يبقاش ايه? وانت تلاحظ ده. فيه ناس زي الزهاد كده. نعم. لما يبقى ربنا ما تدي له عطاء بمعنى. نعم. قدراته المعرفية وخبراته عالية. نعم. بيبقى من الحاجة. نعم. آخر حاجة غالبا نفكر فيها الفلوس يعني. زي ما اتكلمت على الحد الاقصى. ميزاته وعيوبه. نعم. خلينا نتكلم برضو على حد الادنى. مم. مش احنا في قانون او في حكم محكمة قال انه هو المفروض بألف ومتين. لا هو حكم المحكمة الحقيقة عشان اكون امين. اه حكم حكمة القضاء الاداني كان بيتكلم على بطلان القرار السلبي. اي القرار الذي لم يصدر وكان يجب ان يصدر بوضع حد يادنا للجوء. مم. ولم لا هو هو لم يحدد ان ايه ان هو ايه بألف ومتين جنيه. نعم. لكن في كل الحالات. ايه طيف وسائل الاعلام دايما احنا مفروض القضاء الالف ومتين جنيه. الف ومتين جنيه. دي جابوها منين? لا ده جابوها من حزبة الايه يعني ايه الياسلت يعني سلع وخدمات اللي محتاج المواطن يستهلكها. ففي عندها حدها الادنى الف ومتين جنيه. عشان يقضى يعيش عيشها معقولة يعني. تمام. لكن احنا لا نختلف على اهمية ان يكون موجود حد ادنى. وانا كمان الحقيقة اصل الحد الادنى بقى بيبقى على المستوى القومي. يعني احنا قلنا هو الحد الاقصى حيبقى داخل العاملين في الجهاز الحكومي او الجهاز الاداري للدولة بمعنى ده فقط. لكن الحد الادنى ده لازم يكون في القطاع الخاص وفي القطاع التعاوني وفي القطاع الحكومي. فشوية بيبقى محتاج دراسات اعمق. وهو الحقيقة برضو له معايير يعني ايه ما بتفردش من فراغ. اصل الناس ساعات يقولك ليه 700 وليه مش 1000 وليه مش 1500. بالتأكيد 700 معينوش حاجة. الواحد بس ايه? انت بتقيس في منظمة العمل الدولية عاملة دراسات. بتحدد ايه هي المعايير? احنا فيه 60 في المية من الدول في العالم عاملة نظام حد ادنى لجوه. ساعات ناس تحددوا على اساس قطاعي. بمعنى ايه? اللي شغال في الصناعة غير اللي شغال مثلا في التجارة. واللي شغال في التجارة غير اللي شغال في السياحة. واحيانا بعد الدول بتحددوا على اساس جغرافي. اللي شغال في شرم الشيخ غير اللي شغال في سينة غير اللي شغال في كذا عشان يعني ايه يعني يخلي الناس تتجي اكتر الى مناطق نائها يعمرها ينميها او يعوضهم شوية عن وجودهم في اماكن لسه قايدة النمو وهكذا تمام او في ناس يقولك ايه انا بشوف متوسط الاجور على المستوى القومي كام وبالمناسبة هو في مصر حوالي الفين و تلتمين جنيه وبعمل نسبة منه تباهية دي الحد الادنى يعني اعمل منه مثلا نسبة 40 في المية 50 في المية زي ما يكون هو ده في دول بتحط هذا المعياء لكن انا بقول بصراحة ان احنا محتاجين مناقشات اوسع في مصر عشان نحط حد ادنى للاجور يجمع ما بين يحقق حد الكفاف على الاقال الناس يعني تقدر تاكل و تشرب بيه تعيش بيه وفي نفس الوقت ما يبقاش مؤسس ايه بالسلب على سوء العمل لان انت ممكن تحط حد ادنى في القطاع الخاص ويقول لك لا انا مش هعاين بقى انا الاثنين ثلاثة اللي عندي هجلدهم من الشغل ومش هدخل ناس جودات يعني ايه لا واحنا محتاجين بالعكس محتاجين توظف لان احنا عندنا بطالة علي فانا بقولك انت بتراعي فيه حاجات كتير بس اللي يابد ان نتحور حوله ونتفق ونحسم ده بسرعة وانا بتمنى برضو ان الدكتور كمال جنزوي يعيد هيكلة ما كان يسمى بالمجسل على الاجور يدخل فيه عناصر بقى من المجتمع المدني المهتم من الخبراء التشريعات العمل يدخل فيه ناس من الخطاع الخاص ومن الحكومة ويتناشوا مناقشات جدة ويبقى يعني ايه ما هواش خاضع زي ما كان لوزير التخطيط قبل كده ممكن يبقى تابع حتى للبرلمان او لرئيس الحكومة مباشرة يعني يقرر ازاي نحط حد وازاي نصلح الاجور زي ما قلت الحضاركة لبعضها ان احنا عندنا 500 نوع من المكافئات احنا عايزين اجور اجر عادل مقابل العمل المنضبط الصحيح يعني بيشورولي بيقولولي خلاص الفقرة خلصت بس لازم اعرف وحضرتك تفاهمنا في حاجة اسمها السناديق السناديق دي بتبقى مش موجودة في الموازنة بتاعت الدولة وبيبقى فيها مليارات المليارات دي بتروح فين بالزبط هي تراكميا يعني هو طبعا الجهاز المكافئات المحزابات لما قال الرقم ده عمل يعني ضجة جامدة يعني المبارغ اللي راحت للسناديق دي من محسوبة ظن من 20 سنة فاتت يعني 130 مليار جنيه مبلغ كبير تمام فيه سناديق لتحسين الخدمات المختلفة موجودة في المحافظات في المحليات كويس عادة يعني تحت امرة المحافظ والجهاز التنفيذي المعاول له يعني مثلا صندوق تحسين الخدمة في المستشفيات اللي موجودة في المحافظة بيتلمي منه رسوم دم انت تيجي تزور مريض عفوا بتدفع جزء من التذكرة يذهب لهذا الصندوق او لما بتيجي تقطع كاش في جزء من التذكرة يذهب لهذا الصندوق والمفروض ان تستخدم الحصيلة دي في اننا نخلي الخدمة افضل لان المخصصات اللي جايلي من الموازنة العامة للدولة مش كفاية فانا باستخدم مواد الصندوق ده او افرد رسوم على اي حاجة مثلا يعني اي سلعة معينة وربعا موضوع الصحة افرد على رسم وجمع الحصيلة دي وصف لكن اللي حاصل انه معظم هذه الاموال تهدر على المكافيات اللي بتذهب لقيادات المحافظة او القائمين على عمر الصندوق دون ان تتحسن الخدمات فيه قليل او كسير الا للامانة في بعض التجارب واحنا شفنا اللي هو عادل لبيب لما كان في اسكندرية او كان في اينا اول و تاني استفاد فايدة جمدة جدا من هذه المبالغ الموجودة ووجهها الى حد كبير في الاتجاه الصحيح سؤال اخير هل الحد الادنى والاقصى ده حيطبق على الشرطة والجيش لا حتى هذه اللحظة لا دي من الجهات المستثنة انا قلت الحركة الشرطة كان خاص وبالتالي مش هتسسنا ومش هتطبق على العاملين في الخوات المصلحة ولا في البتول ولا في البنوك ولا في شركات التأمين حتى هذه اللحظة استاذ مصباح قطب المستشار الاقتصادي لجريدة المصر اليوم شكرا جزيلا لحضرتك يا فانا ونلتقي بحضرتك تاني ان شاء الله يكون نفذنا بقى الحد الادنى والاقصى ان شاء الله شكرا جزيلا يا فانا شكرا جزيلا يا فانا فاصل ورجعين حالا